بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين أول درس قيم للصف الثالث الابتدائي الترمي التاني ومادة القيم مادة مهمة جدا جدا حيث تدخل في مادة الدراسات وتبدأ بمعرفة القرات عاوز يعرفني القرات اللي عندي جاب لي صورة الكتاب زي ما انتم عارفين وجاب لي الأقام 1 2 3 4 5 6 7 وجاب لي هنا السبع نقاط دول علشان أنا أخدهم وعرف فين القرات فرقم واحد القرات دي اللي هي القرات بنسميها دايما القرات السوداء دي قرات إيه طبعا دي قرات أفريقيا قرات أفريقيا تمام يبقى دي قرات أفريقيا طيب رقم اتنين بقى قرات إيه طبعا قرات أسيا طب رقم ثلاثة قرات أوروبا رقم أربعة أمريكا الشمالية وخمسة أمريكا قرات أمريكا الجنوبية تمام وأخيرا ستة قرات أستراليا دول الست قرات اللي فيهم حياة يعني اللي الناس عايشة فيهم أما القرات السابعة دي قرات القطبية الجنوبية القرات القطبية الجنوبية اللي هي فيها تلج ومحدش ساكن فيها المهم يعني ايه قرات اللي انت شايفوا ده العلم كله قسمنا الحتة حتة اسمع قرات أفريقيا اللي احنا ساكنين فيها في مصر ومعنا دول تانية كتير وكذلك كل قرة من دول فيها دول زي مصر وزي السعودية وزي الدول دي تمام هي دي قرات العالم هنا بقى هنيجي ندخل على الدرس الأول الدرس الأول اسمه كيف حاله العم قرب ايه العم قرب وعمل ايه هنعرف كل حاجة في الأول الولد بيقولنا يجب أن نعبر عن حبنا للآخرين بوسائل متنوعة فاحرص على أن تظهر حبك لمن حولك بالقول او الفعل يعني مثلا انت بتحب ماما قل لها انا بحبك يا ماما بتحب اختك قل لها انا بحبك يا اختي وهكذا تمام طيب ده بالقول وبالفعل بالفعل ان انا مثلا اقدم لهم هدية انا اشتريت حاجة اخلي الاختي منها يبقى انا كده بحبها وبعبر لها ان انا بحبها ان انا بشلها الحاجات او بجيب لها الحاجات اللي هي بتحبها هنا بقى بيقول لي اكتب الأسماء الذين تحبهم والذين يحبونك انت بتحب مين نقدر نقول أمي وأبي وأختي وأخي والأسرة ومعلمتي وأصدقائي وفصلي نقدر بقول اللي أنا بحبهم طب مين اللي بيحبني بقى وأنا متأكد ان هو بيحبني أكيد الأسرة أمي وأبي وأختي وأخي تمام طيب مين دي بقى المعلمة أسماء ما لها المعلمة أسماء هتبقى موجودة معنا في المدرسة المدرسة بتاعت مين البنت أمال البنت أمال ومعنا العم كرم وتعالوا نشوف ايه اللي هيحصل العم كرم كان كل يوم وكان بينظف المدرسة زي ما انتوا شايفين كده والبنت أمال الأمولة دي هي وزملائها كانوا بيشوفوا عم كرم كل يوم وهو بينظف الفناء بتاع المدرسة الفناء بتاع المدرسة المكان اللي بيقفوا فيه طبور وممكن نلعب فيه كمان وعم كرم كمان بيرتب المدرسة وينظمها كويس جدا 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 وكان بيحب كل التلاميذ والتلاميذ برضو كانوا بيحبوه وكان عم كرم بيجي في وقت الفسحة ويقول للعيال ايه ياولاد حفظوا على نظفة المدرسة والفصول وما توسخوهاش وكان بعض التلاميذ لا يسمعون كلامه مش بيسمعوا كلام عم كرم جاء يوم من الأيام دخل الجميع المدرسة ولم يجدوا العم كرم بدأوا يدوروا على عم كرم مش لقيينه طب عرفوا منين ان عم كرم مش موجود وجدوا المدرسة اللي كانت جميلة ونظيفة لقيوها ليس كما تعودوا ان يراوها يعني كانوا متعودين يشوفها جميلة ونظيفة طبعا لا لقوا الزبالة مرمية تحتهم والحاجات والورق وكده فسألت أمال أمال قاعدت تسأل زميلها بقى عن سبب الزبالة اللي مرمية محدش عارف السبب على طول كلهم اتجمعوا وراحوا للأستاذة أسماء الأستاذة أسماء قالت لهم إن عم كرم مريض ولن يحضر إلى المدرسة لمدة أسبوع والمدرسة متسخة والزبالة مرمية على الأرض الولاد يعملوا إيه يا ترى انتوا لو ما كان أمال وزميلها هتعملوا إيه تعالوا نشوف هم عملوا إيه شعرت أمال بالحزن لمرض العم كرم الولاد زعلوا على عم كرم وأخذت تفكر أمال في طريقة تساعد عم كرم وتنظف المدرسة بدلا عنه أخذت تفكر هي وزملاؤها وفي الفسحة جمعت الزملاء كلهم وقالت إن العم كرم كان يقوم بواجبه في نظافة مدرستنا واليوم من واجبنا أن نساعده لغيابه فكلنا نحب العم كرم باهر الولد اللي اسمه باهر أفكر وقال سنقسم أنفسنا لتنظيف المدرسة وترتيب الفصول يعني الولاد يروح ينظف الفصول والبنات ينظف الفناء مثلا أمال قالت إيه وسنقوم بعمل بطاقات بأسمائنا ترجو له فيها الشفاء والعودة للعمل يعني نجيب كروت كده كل واحد يجيب كارت ويكتب فيه اسمه ويبعثه لعم كرم ويقول له يا رب تخف وترجع لها بسرعة يا عم كرم الأستاذ أسماء فامعاهم وقالت لهم وأنا اللي هوصل البطاقات دي المين للعم كرم للعم كرم على الفور بدأ الجميع في العمل أبا نشاط أمال مسكة السلة وقعدت تلم الورق اللي في الملعب والبنت مونة أخدت المية وقعدت تسق الزرع والظهور الجميلة وقبل انتهاء الفسحة أصبحت المدرسة جميلة كما كانت وكانوا جميعا سعداء وشعروا بحبهم لمدرستهم أول ما شوفوا المدرسة جميلة حبوها قوي وفي اليوم التالي جمعت آمال البطاقات التي كتبها التلاميذ للعم كرم وأخذتها منها الأستاذ أسماء ثم قالت إن الذي يحب عمله يحبه الناس وسأرسل البطاقات للعم كرم وبالتأكيد سيفرح بها جدا وسيعرف أن كل التلاميذ يحبونه هي دي الحاجة المهمة إن عم كرم لما بيحب العمل بتاعه التلاميذ حبوه وإنتوا لما تحبوا المذاكرة بتاعتكم والواجب الكتب تحبكم وتبقوا شاطرين تمام بعد أسبوع عاد العم كرم مرة أخرى للمدرسة جاء عم كرم بعد ما خف بقى وكانت مفاجأة جميلة حين وجد أن كل التلاميذ قد ساعدوه في تنظيف المدرسة وترتيب الفصول ووجدوا آمال قد أعدت له هدية بمساعدة التلاميذ وقام تلاميذ الإذاعة المدرسية بالترحيب بعم كرم في طابور الصباح وجد بقى الأستاذ حلم اللي هو المدير قعد يشكر في العيال بقى ويقول لهم كل فرد منكم قد عبر عن حبه للمدرسة وحبه للعم كرم بشكل مختلف وجميل ومن الضروري أن نعبر دائما عن الحب خلال سلوكيات رائعة كما فعلتم وشكر الطلبة وشكر الأستاذة أسماء وأمان وشكروا كلهم والتقوا بنظر المدرسة وهو بيشكرهم هي دي قيمة الحب يا جماعة إن عم كرم حب المدرسة وكان بينظفها للعيال وكان في عيال مش حسة بقيمة عم كرم لما غاب عم كرم بدأت المدرسة تبقى متسخة وقذرة والزبالة مرمية في الشارع ولكن لما رجع عم كرم المدرسة نطف الثاني والعيال بيحبوا عم كرم لأنه بيحب عمله وبيحب المدرسة وهي دي قيمة الحب هنا بقى صح وغلط عبر التلاميذ عن حبرهم للعم كرم بمساعدتهم له صح ولا غلط صح لأنهم ساعدوه طيب لم يكترس التلاميذ بمرض العم كرم يعني ما طبعا لأ غلط كلهم اهتموا وبعبوا راحوا ظروف شعر العم كرم بالامتنان وشكر التلاميذ صح طبعا عند شعورنا بالحب تجاه من حولنا يجب أن نعبر عن هذا الشعور بطرق مختلفة طبعا زي ما قال لنا بالقول والفعل لم يعبر العم كرم عن حبه للتلاميذ اه غلب طبعا لأنه عبر عن حبه للتلاميذ فكر وابدع نشاط واحد لون القلب الذي أسفل السلوك الذي يشعرك بحب الآخرين لك نبدأ به نشوف الصور وهنلون يستمع إلى صديقي عند شعوري بالحزن ها حل واحد زعلان نستمع له ونحاول نساعده لا يلعب معي لا ما لش نلونها دي صح يعلمني المعلم معلومة جديدة ايوة حاجة بالحب ايوة بيعلمني طيب يقول لي احسنت صح برضو تمام لا يقول شكرا لأحد لا يبقى ده مش نلونه لازم نشكر الناس صح يهديني هدية ايوة دي حلوة دي اللونها لأن اللي بيهديني هدية يبقى هده حلوة يقول لي احبك برضو حلوة اقول له بابا اقول له ماما اني احبه تماما طيب الحب يتعدد ويتنوع فقد تحب انسانا او مكانا او حيوانا او نباتا وتتعدد كذلك اشكال التعبير عن هذا الحب النشاط اثنين فكر وعبر عبر بالرسمة او الكتابة عن طرائق تعبيرك عن حبك لكل من النبات بتحب النبات ازاي؟ بعمل له ايه النبات؟ طبعا اسقية ولا اقطف الظهور يبقى انا كده بحبه احب النبات ازاي؟ ان انا اقدله مية اهو وان انا ما اقطعش الظهرة طيب المدرسة احبها اعمل ايه فيها لما قلوا بحبها؟ ها ونظفها واو حافظ على ترتيب الفصول اهو حافظ عليها نظيفة وهو واجيب السلسلة وبرمي الحكت فيها طيب الحيوان الحيوان بقى لما حبه اعمل ايه؟ لو هو قط عندي في البيت او قدم له الطعام والشراب مثلا تمام؟ ولا اؤذية تمام؟ ام؟ اعطف عليه واقدم له الطعام طيب اكتب جملة انا احبك مستخدما شفرة مغرس طيب حلو قوي بوقتي عايزين نكتب كلمة انا احبك بالشفرة ازاي بالشفرة؟ هل نعتبر ان دي لغة الاشارة اللي هي الصم والبقر مثلا يا اللي هما ما بيشوفوش و ها يحطوا صابعهم عليها ويعرفوها الالف شرطة ونقطة اهي حطناها حلو او النون نيجي للنون هنا بقى في النون اهي نقطة وشرطة تمام حطناها الف تاني خلاص عرفناها اهو شرطة ونقطة الف تاني برضو خلاص عرفناها الحق بقى تعال نشوف الحق كده تلات نقاط اهو يبقى يبقى الحق لا الحق اربع شرط اربع شرطهم تمام؟ تمام؟ طيب الباق نقطة وثلاث شرطات اهو طيب الكاف نيجي للكاف نيجي للكاف نيجي للكاف نقطتين اهو كده كتبنا كلمة ايه؟ انا احبك بالشفرة ماشي؟ نشوت اربعة بيقول لي فكر ناقش واملأ الفراغات بمواقف او افعال مختلفة من حياتك تدل على الحب هناك وسائل مختلفة للتعبير عن الحب مثل الكلمات الطيبة والمساعدات ومشاركة الوقت والهدايا وهكذا الكلمات الطيبة والتشجيع شكرا انا اشجعك طبعا اقول كلمات شكرة اقول لي واحدة احسنت بارك الله فيك تمام؟ اه طيب ماشي المساعدة اساعد معلمتي في حمل الكتب الى الفصل طبعا اساعد امي في تحضير الطعام او في تنظيف البيت تمام؟ طب مشاركة وقت محب مع من نحب اسمع حكاية من ابي تمام؟ احكي حكاية لاخي الاصغر ألعب مع صديقي كل دي حكاية حلوة طيب اهداء هدايا اهدي امي وردا بلونها المفضل او مثلا اهدي ابي هدايا لين يعبر عن حبه لا تمام؟ طيب اه نشاط خمسة ابدأ الاشكال انا احب ارسم الشخص اللي بتحبه اه بتحب مين؟ امي يبقى نرسم الام بقى ماشي؟ طيب اعبر لها عن حب بالكلمات الاتية شكرا لك يا امي انا احبك طيب اعبر له عن حب بالافعال الاتية رسما او كتابا اه عايزين نعمل حاجة طيب نقول له احنا بقى ايه؟ وساعدها في تنظيف البيت وقدم لها هدية كل دي افعال وساعدها احبها بالافعال او الاقوال نشاط ستة تخيل انك تنزل في قصة كيف حال العم كرم فكر واختر اسلوبا مناسبا تعبر به عن حبك للعم كرم طيب الاسلوب ده يتقال ولا فعلي؟ طبعا اول حاجة لو هو مريض اقوم بزيارته في المنزل اذا كنت اعرفه اثنين ادعو له بالشفاء سلاسة اساعده في العمل وهو مريض اربعة هنا بقى فكر ولاحظ طبعا بيقولي في المنزل مع اسرتها اللون القلب الحر وحب امي واساعدها في غسط الصحون طح احب ابي وارسم اسمه داخل قلب كبير في اثناء حصة الراسم الون احب اخي فاترك له اختيار الحلوة المفضلة مش اكل نايبو لا مش اكل حاجة بتاعت اخي يا اسمهالو طح احب جدي وجدتي وازورهما كل اسبوع لاطمئن عليهما طح في المدرسة بقى احب معلمي واقدم له وردة تعبيرا عن حبي له طح بعدين احب مدرستي واتدرب جيدا بعد اليوم الدراسي لكي تفوز بدور المدارس طبعا الاول برضو حاجة حلوة احب صديقي وازوره حين يمرض برج احب زرعي واسقيه كل يوم اللي كي ينمو صح كلهم صح خلصنا اول درس وان شاء الله هنشرح لكم بقى الكتاب التوفيق للجميع السلام عليكم رحمة الله باركتو جديد